انا بس برضو علشان نروح نشوف العالم بيتكلم ازاي والدنيا حوالينا بتقول ايه حبيت برضو انا انزل كده مع الفريق الاعداد لحضراتك وبعد الصحف اللي اتكلمت عن الحدث مبارح خلينا نبدأ بير معي ورق كتير قوي على فكرة برضو معرفش مين فيكو شاف التويتا بتاعت جورجينا مرات كريستيانو رونالدو او صاحبة كريستيانو رونالدو يعني طبعا هي ارجنتينية بغد النظر ان هي مرات او صاحبة يعني كريستيانو رونالدو والبرتغال بس طبعا في الاول في الاخر هي اكيد هتشجع منتخب بلدها فهي كتعملت تويتا مبارح برضو عجبتني قالك هيا بنا يا ارجنتين وحط عالم الارجنتين ويعني قلوب وبتاع فهي اكيد مفهوم جدا ان هي تكون بتشجع طبعا بلدها طيب انا مش لاي الصحافة بصراحة لقى هي لقيتها تقريبا لقيتها خلينا نبدأ مع بعض بصحيفة المانديو دي اسبانية هي قالت كده تحديدا قالت عقب فوز ميسي بلقب كاس العالم النقاش منتهي بان النجم الارجنتيني هو الافضل في كل العصول العصول وذلك بعد النجح في الفوز بكاس العالم انا بقرأ لحضراتكم سريعا الترجمة يعني طيب شبكة ESPN العالمية برضو محتوى كلامها يعني بتقول ميسي على طريقة الشخصيات الخيالية النجم الارجنتيني يمكنه من هذه اللحظة الاستراحة والنظر الى شروق الشمس من مكانه الخاص بعد ان حصل على لقب المانديال صحيفة ماركا الاسبانية دي من اكبر السحف في اسبانيا بالمناسبة استغلت برضو اللي حصل وقالت لك وضع كاس العالم في منتصف الشعار وذلك في احتفالهم يعني شعار الارجنتين كده استغلوا الشعار ده وحطوا كاس العالم في منتصف الشعار وده الاحتفال طبعا من جانبهم بفوز الارجنتين صحيفة لوكاب الفرنسية قالت اوثقت لحظة خسارة منتخب فرنسا على الجمهور طبعا الفرنسي قالت كده بعد ما فشل الحصول على لقب كاس العالم للمرة التانية على التوالي عقب الخسارة برقلات الترجيح صحيفة تي ان تي هنقت الصحيفة البرازيلية ميسي على فوزه بلقب كاس العالم في قطر وده بعد ان قالت صاحبة النظرة الثاقبة او صاحب النظرة الثاقبة بيقود بلاده لجلب المونديال واعدته في بقى صحف ارجنتينية برضو ممكن نروح كده ناخد جولة حول العالم الارجنتين في صحيفة اسمها كلارين بتقول الارجنتين بتحصل على النجمة الثالثة في كاس العالم عندك برضو صحيفة اولي صحيفة اولي بتقول نحن ابطال العالم عندك برضو صحيفة تي ان تي سبورتز برقلات الترجيح منتخب الارجنتين بطل العالم وممكن برضو ناخد من صحيفة لانسيون بتتكلم عن بطل العالم هو الارجنتين يعني الناس عايزة أقول لكم كانت سعيدة وفيه كمال معايا بعض التويتات وحاجات من فيسبوك والتعليقات هنروح لها دلوقتي ونشوف الناس قالت ايه حول العالم يعني الناس ازاي عبرت عن فرحهم او فرحتهم وازاي على الصعيد التالي او الشقة التالي الناس عبرت عن حزنها الناس اللي كانت بتشجع يعني فرنسا